بعض الطلاب هدان الله وإياه لم يبقى له من العلم إلا أن يبحث في بعض الصحابة وفيما شجرة بين الصحابة من الخلاف وغيره يبدو أنه لا يوجد أيضا من علم إلا أنه يجب أن يبحث في الصحابة وفيما شجرة بين الصحابة يا أخي هذا الأمر لا تسأل عنه يوم القيامة لماذا الشيطان يشخي لك؟ يعني ما وجد عندك شيء تبحث عنه إلا في قصة حاطب رضي الله عنه مثلا يعني ما بقي إلا أن يسأل يقول هذا الذي حدث من حاطب رضي الله عنه من كتابة رسالة للكفار ما هو ما حكمه؟ هل هناك أيضا من المساعدة لكي تبحث عنه ومعرفة ومعرفة هذا المساعدة؟ ما الذي حاطب رضي الله عنه فعله؟ لماذا حدث ذلك؟ ما الذي حكمه المساعدة؟ ما الذي حكمه المساعدة؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى هو اللي دافع عن حاطب رضي الله عنه أبعد دفاع الله سبحانه وتعالى عن حاطب رضي الله عنه تتكلم؟ تبحث؟ دافع عن نبي صلى الله عليه وسلم حق لكل مسلم أن يدافع عن حاطب رضي الله عنه إذا أردت أن تبحث ابحث عن ذنوبك إذا لا تبحث ولا تسأل إلا عن أشياء بحث عنها الصحابة رضي الله عليهم لا يمكن أن نسأل ونبحث عن أشياء لم يبحث عنها السلف الصالح أي شخص% كل نسأل ونا ن share ц ofereفع عن Patreon بعض الناس لا يعوق له إلا أن يبحث في الأشياء الشاذة النادرة المتشابه المشاكل والخلافات لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضوان الله عليهم لماذا؟ لأنهم أحرص على العلم منها وأدخل الله مننا والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق وقف عندما وقف عليه السلف وقف عندما وقف عليه السلف توقيت